اهلا بحضراتكم من جديد طبعا مستمرين في الحديث عن طلبة السنوية العامة ومرحلة التنسيق تنسيق الجامعات يعني خلاص الدرجات بانت وكل واحد ابتدأ يفكر حيكتب رغبات ايه ومسألة كتابة الرغبات دي من اللحظات اللي المفروض ميكونش فيها اي نوع من انواع التوتر لكل خريجي السنوية العامة علشان يقدر انه يعني يملأ الرغبات اللي هو بنسبة كبيرة بيشوف بيها مستقبله وبيحدد بيها اي طريق حيبتدي فيه من خلال الدراسة واي لغباطة في مسألة تسجيل الرغبات دي ممكن انه يغير بقى مصار يعني حياته التعليم عشان كده احنا النهاردة هنحاول ان احنا نشرح ازاي بيتم تسجيل الرغبات الكترونيا واختيار الكلية اللي انا بكون عايزها وكمان لو عايز اعمل اي تعديل في الرغبات دي ده ممكن يتعمل ازاي كل هذه التفاصيل هنقشها مع طفنا اللي نورنا في الستوديو الأستاذ عبد الرحمن عبادي الصحفي المتخصص في ملف التعليم العالي صباح الخير على حضرتك صباح الخير يا صباح مسألة كتابة الرغبات وتسجيلها الكترونيا ويمكن ناس كتير ما بتعرفش تسجل هي الرغبات فبتروح دي يعني ده اللي بيحصل يعني ما بتروحش معامل اللي عاملها وزارة الصحة بتروح معامل الجماعات شوية عفوا معامل الجماعات لا اوليها الأمور بيخدوم سناتر بتسجلهم ودي تبقى مشكلة لانه طبعا واخد كذا رقم جلوس وممكن يكتب رغبة غلط فتقول ايه للناس وما بيسجلوا الرغبات طيب الموضوع بسيط جدا القصة دلوقتي اعتقد في الجيل الحالي بيتعامل مع الانترنت تأسهل يعني يمكن الابناء هتكون عندهم قدرة اكتر على التعامل مع منظومة التنسي الالكتروني وعشان كده انا بقول لوليه الأمر يعني ادي ثقة لابنك بس وانت يعني انت عايز تتابع معه وبيعمل عملية تسجيل الرغبات انت ممكن تعملها من خلال التليفون مش محتاج يعني حتى تروح المعامل للجامعات لكن فيه ثلاث حاجات رئيسية او ثلاث نصائح رئيسية مهمين جدا قبل بداية تسجيل رغبات الطالب في المرحلة الاولى والتانية والتالتة فيما يخص تنسيج جماعات الحكومية الحاجة الاولانية انت من دلوقتي موقع التنسيق مفتوح قدامك انك انت تدخل تاخد جولة فيه وتتعرف على حاجتين مهمين الحاجة الاولى دليل الشامل للكليات والمعاهد المتاحة للطالب يعني اي مرحلة حتى كمان اه اي طالب في السنوية العامة من حق دلوقتي يدخل على موقع التنسيق الالكتروني ياخد جولة يشوف فيها دليل الكليات دليل المعاهد ايوة بس هنا عفونا السيدة برحمن اممكن الدليل ده برضو عشان يعني نوضح الصورة دي اكتر مشاهدين هو دليل الكليات ككل المتاحة بعيدا عن ارتباطها بالمجموعة بالضبط بعيدا عن ارتباطها بالمجموعة زائد ان فيه حاجة بقى تانية ليه ارتباط بالمجموعة اللي هو ايه اللي هي الحدود الدنيا بتاعت العام الماضي الحدود الدنيا بتاعت العام الماضي بتوفيت جدا جدا في انتحديد سقف طموح الطالب يعني موجود على موقع التنسيق الالكتروني على صفحة السنوية العامة بمجرد ما بيدخل ضغط صغيرة على المحركات البحث بيوصل للحد الادنى بتاع السنة اللي فاتت بس من على موقع التنسيق الالكتروني بلاش تدخل تجيبها من على اي موقع اخر طب احنا بحسابات السنة اللي فاتت هل عندنا تصور مبدئي لمؤشرات القبول؟ أعتقد أن الأمور بقت واضحة بشكل كبير بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى إحنا عندنا تقريباً أعداد النجحين هي قريبة من السنة اللي فاتت نسب النجاح قريبة لكن هيبقى فيه متغيرات في المؤشرات الأولية إحنا هنتكلم عن مؤشرات أولية في ضوء أعداد النجحين في ضوء مجمعهم طلاب العلم علوم زي ما دكتور طارق شوقي قال هم عدد النجحين أو مجمعهم أعلى من العام الماضي يعني نتكلم في شرائح فوق 90% في حوالي 4000 طالب زيادة نجحوا عن العام الماضي في الشريحة دي طلاب علم رياضة مجمعهم مرتفعة بشكل كبير جداً ده بيدي مؤشرات أن مجمع أو طلاب شقع علم علوم وطلاب علم رياضة أن الحدود الدنيا زي ما هيك بتقول بتاعت السنة دي مقارنة بالعام الماضي هيبقى أنه النسبة مرتفعة بالنسبة لعلم علوم وعلم رياضة هيكون مرتفعة عن العام الماضي بنسبة تتراوح من درجتين لأربع درجات بالنسبة لعلم علوم بالنسبة بس لكلية الهندسة غالباً هيبقى فيه قفزة جديرة شوية يعني بنتكلم من 8 درجات لعشر درجات أكثر من العام الماضي يعني إحنا لو كنا بنتكلم العام اللي فات في كليات الطب عند 372 درجة اللي هي 97% ممكن نتكلم السنة دي في 91.7-91.5 اللي هو لغاية 375 أو 376 درجة ده بيترتكب ليه إحنا ليه بنقول الكلام ده على فكرة الكلام ده مش معنى أن الوزارة هي اللي بتعمل الموضوع ده لا ده خاضع لطريق ترتيب الطلاب رغواتهم إحنا عندنا في المجتمع المصري الطالب المصري عنده ترتيب كلاسيكي أو طريقة تقليدية إنه هو بيدخل مرحلة أولى فشايف نفسه جايب مجموع عالي فبيكتب الطب الأول ثم طب الأسنان ثم الصيدلة تمام وهناك أماكن يسمى كليات القمة أيوة وهناك أماكن محددة والتنسيق فكرة التنسيق الحكومي أيما على فكرة المنافسة بين الطلاب الطلاب يدخلوا يكتبوا رغباتهم وفقا للأماكن المتاحة لهم في الطلاب طب حدق قلت في القطاع علم الرياضة حيكون في قفزة فهندسة مؤشرات القبول بالنزويلها السابق يعني مؤشرات الهندسة مش هتقل عن 82.5 يعني بنتكلم عند 337 لغاية 39 مرشح تنزل مرحلة تانية؟ مرشح إنه يبقى فيه بعض الأماكن يعني ممكن 3-4 كليات هندسة تبقى فيه أماكن في المرحلة التانية لأن المرحلة قفلت على 15500 طالب يعني في المرحلة الأولى فيه 15500 طالب في القطاع المرياضة عدد الأماكن المقررة لكليات الهندسة تقريبا في المتوسط طبعا المجلس أعلى جماعات هيجتمع وهيعتمد الأعداد في ضوء مؤشرات المرحلة الأولى الأيام الجاية لكن في المتوسط بيتم مقبول حوالي 16500 طالب ده معنا أننا لسه حوالي ما يقرب من ألف مكان في المرحلة التانية لطلاب علم رياضة في كليات الهندسة بس كمان نحن عندنا متغير مهم جدا أن طبيعة الطلب على أسواء العمل خلت فيه تغير تدريجي في ترتيب الطلاب لرغباتهم زمان الطالب كان بيسجل في العلم علوم طب ثم طب أسنان ثم صيدلة لا دلوقتي لقينا السنة اللي فاتت الصيدلة تراجعت لصالح العلاج الطبيعي اللي عليه إقبال أكتر في الطالب علم رياضة كان بيسجل هندسة ثم حاسبات ومعلومات لا أصبح عندنا متغير اللي هو كليات الزكاء الاصطناعي فكليات الزكاء الاصطناعي أصبحت فيها إقبال وفيها بعض البرامج لها جذب وبالتالي ده ممكن يساهم أكتر في نشاهد تغير تدريجي السنة دي أنا بيكون لياً لأنا أحط كم رغبة 75 رغبة 75 رغبة دول بقى إلكترونياً على أي أساس مكتب التنسيق بيختار أو النظام بيختار الطالب على حسب مجموعة الطالب يعني أنت كل طالب من حقه يكتب 75 رغبة حتى لو هيكتب يعني حتى طالب 50% من حقه يكتب أي كليات لكن المشكلة أن الطالب أنا عشان كده قلت لازم أن الطالب يدخل على حدود الدنيا بتاعت السنة اللي فاتت ليه؟ علشان يعرف سقف طموحه يعني ما ينفعش آخر طالب أو أقل طالب في المرحلة الأولى يكتب كليات الطب باعتمار أنها هديرة يعني يخرجها من حساباته خالص المفروض يعمل مسودة كده بره قبل ما يستجل الربوات ويحدد ليه لأنه أصلاً البرنامج بيتحلو وقت زمني معين فلازم أن الطالب يستقر مع وليه أمره في بره ويكتب 75% رغبة قبل ما يدخل هم طلاب المرحلة قلوا ما عندهم مشكلة في ترتيب الرغبات المشاكل دي هتواجه الطلاب مرحلة مرحلة تانية ومرحلة تالتة الكليات بتقفل قدامهم وبتنتهي ما بقاش فيها فرص هل بتفرق من وقت التسجيل من طالب لآخر بالقبول في كلية بعينها لو مجموعة مستوفى؟ لا لأنه أصلاً كده كده الطلاب كلهم بتوع المرحلة بيدخلوا رغباتهم قاعدة بيانات القاعدة بيانات اللي حطها وزارة التعليم العالي للبرنامج إن هم عندهم مثلاً 12 ألف أو 10 ألف في كليات الطب فمنجرد الطلاب يشوف رغباتهم اللي كاتبين كليات الطب أعلى مجموعة ثم الأقل وعند آخر طالب في العشر تلاف يقفل البرنامج عليه ما يدخلش بعد كده الطب كده ممكن شخص يجيلوا عن التاني أنا أعوذر عن هذه كده ممكن شخص لو هم 12 ألف طالب وهم فتحوا العشر تلاف طالب يبقى كده في 2000 ممكن ما يجلهمش لا أنا أتكلم أنا قلت عشر أو اتناشر يعني فكرة أنه هو بمجرد الأماكن المتاحة في الجامعات الحكومية في كل كلية بمجرد امتلاء هذه الأماكن أو شغلها من الطلاب الأعلى مجموعة يبقى الطالب الأقل مجموعة بيفئت فرصته لكن الوزارة ما بتحددش حد أدنى مسبق ده على عكس الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية في حد أدنى للتقديم أصلاً يعني الطالب اللي مش حاصل على 85% يعني أنا بقول مثال مش بقول رقم لأننا لسه مع أولينتش مش حاصل على 85% ما ينفعش أصلاً يكتب الرغبة دي لكن الجامعات الحكومية أي طالب حاصل على أي مجموعة من الحقه يكتب أي رغبة لكن الفيصل بيننا في الآخر هو المنفسة على الأنتر ما يجلوش يعني استنفاذ للرغبات وما ينتحقش بأيكم ليه هي علشان ما يحصلش استنفاذ للرغبات لأنه هو يعني وعشان كده المرحلة الأولى ليه هم مشواغدين غير عدد محدد أو ليه اللي وزارة التعليم العالي أو مكتب التنسيق بيحدد أعداد محددة في كل مرحلة هو لأنهم بيحط الحد الأدنى وفقاً لثقافة المجتمع المصري زي ما احنا قلنا احنا عارفين المجتمع المصري لو دخلنا مص الطلاب في المرحلة الأولى كلهم هيكتبوا لنا طب فبالتالي مصهم مش هيجيلهم أماكن وعشان كده برضو المكتب التنسيق زود الرغبات من 48 رغبة إلى كام؟ إلى 75 رغبة عشان ندي مساحة أكتر خاصة طيب إحنا عندنا حوالي 420 تخلنا 420 كلية جامعية غير 189 معهد نقطة تسجيل الرغبات دي نقطة مهمة جداً وأنا برضو عايز أرجع مع حضرتك أولياء الأمور اللي عندهم مشاكل في التسجيل الإلكتروني رغم أن النظام ده متطبق من قبل كده لكن لسه في أولياء أمور عندها مشاكل في مسألة التسجيل الإلكتروني بندوس حفظ على الرغبات مش بتتداس حط رغبة مكان رغبة عايز يعدل هنا تيجي أهمية أنك تروح المعامل اللي عملها وزارة التعليم العالي لأنك هتلاقي حد يساعدك لو حصل مشكلة دي أهم حاجة دي نقطة مهمة كل الجماعات فتحة معامل بس النقطة الأهم من كده كمان هي سرية الرقم السري مكتب التنشيل واجه مشكلة كبيرة قوي أن فيه طلاب على سبيل الهزار بيدي رقم السري بتاعه لزميله فزميله يدخل يغير له الرغبات قبل نصف ساعة يعني فيه حالات كتيرة جدا واجهته مشاكل زي دي يجي مدي أو هو باتفق مع أوليه أمره على قايمة رغبات وفجأة الولد جاي بمجموعه لحد الأدنى للكلية ويلاقيه نفسه مش كاتب يدخلوا يرجعوا للبرنامج يكتشفوا أن الطالب مغير أو حد يدخل المكان في سبيل للتعديل؟ غير إيه؟ في سبيل للتعديل؟ لحد وقت طوال أيام المرحلة من حق الطالب يعدل اللي هو عايزه يعني ممكن يسج لا أنا أتكلم لو حصل وجاله خلاص ده بعد كيه بيخشه مصار بقى تحويل وعايز يحول من جامعة لجامعة بس ده بيعمل مشكلة وارتباك لمنظومة التنسيق وموضوع التعديل مش بيبقى سهل وعلشان كده ليه المشكلة؟ إن نحافظ على سرية الرقم السري اللي هيستلمه الطالب وندق في طريق الترتيب الرقم ممكن هو حد لك قلت هو اسمه إيه؟ رقم سري رقم سري عشان كده المقروض يعني بديه كده اللي أنا خلاص ما أدرش اللي أنا يعني أفصح بهذا الرقم بخلاف برضو حاجة برضو بنأكد عليها في الختام فكرة إن إيبقى امتحانات القدرات وهنا دي أهمية الحدود الدنيا للكليات عشان أعمل امتحانات القدرات مسبقا علشان ما لايش نفسي عاوز أدخل للكلية ومجموية كان جايبها لكن ما عملتش كلمات أيو أنا عندنا 11 تخصص أنا للأسف علشان بس عندنا موجز فأنا بشكر حضرتك الأستاذ عبد الرحمن عبادي الصحف المتخصص في ملف التعليم العالي شكراً لأن وجود حيك معنا في صباح قليل شكراً